السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم بإذن من بعد ما شفنا ملخص درس المعادلات في الجزء الأول سنحاول في هذا الجزء الثاني نلخص نبسط درس المترجحات لمستواجد المشترك العلمي عربية أو فرنسية بالإضافة إلى تطبيق شامل لمختلف الحالات اللي يمكن يكون عندنا إذن بالنسبة للمترجحات من الدرجة الثانية بمجهول واحد فهما تكتبوه على هذا الشكل A X أو كاري زائد B X زائد C إما يكون أكبر أو يساوي صيفر أو أكبر قطعا من صيفر أو أصغر أو يساوي صيفر أو أصغر قطعا من صيفر إذن الطريقة كيفاش كانت تعملوا مع هذا النوع دي المترجحات فقط يكفي أنك تحسب يعني دلتا كما شاهدنا في المعادلات اللي كيتسمى المميز وذلك اللي كيتساوي بأكاري مع 4 أصي كتحسب وحسب هذه النتجة اللي قديت في دلتا انتظرت لحالي ما تلقها سالبة قطعا أو مثلا كتساوي صيفر أو لا مجابع إذن الحالة اللولة مثلا فاشيكون دلتا أصغر من صيفر إذن انت غادي تدير هاد الجدول هاد اللي كيتسمى جدول ديال الإشارة والتي يفيدنا في تحديد يعني لمجموعة الحلول ديال هاد المترجحة إذن بنسبة لهاد الحال فاشيكون دلتا أصغر قطعا من صيفر فبطب الى الحال الإشارة ديال هاد البولينو ديال هاد الحدودية فهاد الانتغفال كامل تتكون هي إشارة ديال ا يعني تتكون نفسه إشارة ديال ا بمعنى إلا كان هناك عدد موجب فهنا غد نديره زائد إلا كان هناك عدد سليب غد نديره ناقص دونك من موجب لفيني التال بلوس لفيني يعني في هاد اير كولا الإشارة ديال هاد الحدودية هي نفسها إشارة معامل ديال اكس و سينة هذا بنسبة لحالة الأولى غد يمشو الحالة الثانية فاشغ يكون دلتا تسوي صفر إذن بنسبة لهاد الحالة جدول الإشارة غد يكون على هاد الشكل هذا بطبيعة الحال هنا بنسبة لهاد البولينوم را عنده واحد الغاسين يعني فين كتنا هادم اللي هو موان بي على جوج ا بمعنى لعوضتي اكس بهاد العدد هاد را غايتلقي هاد الحدودية كلها تسوي صفر إذن النار تسوي صفر دونك على يامين ديال هاد ديال هاد الجدر غايتكون إشارة ديال ا و ايضا على ياساري غايتكون إشارة ديال ا ايدان فاد الانتغفال كامل و فاد الانتغفال ايدا غايتكون نفسها إشارة ديال هادك العدد اللي كيني بمعنى إلا كان موجب غايت نديره زائد زائد و إلا كان ساليب غايت نديره ناقص ناقص غايتمشو الاخير حالة فاشغ يكون دلتا أكبر قطعا من صفر إذن بنسبة لدول ديال الإشارة غايتكون على هاد الشكل هذا دونك غايت نديره هنا اكس واحد و اكس جوج بطبيعة الحال غايت ننفترضه أن هاد اكس واحد أصغر من اكس جوج لأن هنا بنسبة لهاد الجدوال هادا ضروري انك ترتبعون كتدير الصغير عاد تدير الكبير بطبيعة الحال هاد اكس واحد و هاد اكس جوج هما الحلول ديال ديال هادي إلا كانت كتصوي الصفر هرا شونا في المعادلات شونا الطريقة كيفاش كنحسبوهم اللي كيتسمو أيضا جودور ديال هاد البولينوم اللي غاسين دو بولينوم اكس و كاري بلوس بيكس بلوس سي يعني فين كتنا عادم نون كتنا عادم هادي كتنا عادم هنا و كتنا عادم هنا فاش كتصوي الصفر إذن ده بين الجدرين كتكون اشارة ديال ناقص ا يعني كتكون العكس ديال إشارة ديال ا و خارج الجدرين تتكون إشارة ديال ا بمعنى إلا كان مثلا هذا مجاب هنا غاد ندير زائد وهنا أيضا غاد ندير زائد ولكن بين هاد الجدرين هادو غاد نديره ناقص لونك إلا كانت عادتين ناقص هنا ناقص مثلا ثلاثة اكس و كاري هنا غاد ندير ناقص وهنا غاد ندير ناقص ولكن بين الجدرين غاد ندير العكس ديال الناقص اللي هو زائد يعني غادي ندير الوقوزي ديال هادك العادد غادي مشو الأمثلة باش تفهمو اكتر وغادي مشو المثال الاول اللي هو ديال الحالة الاولى اذا اللي تيمنا هنا غادي ناخدو هاد غير هاد الجزء هذا وغادي نحسب هاد ديالتا اللي شفنا يعني الطريقة كيفاش كنحسبوها بيو كارين ناقص ربعة اصي كنعواد وتنحسب مثلا لقينا فيها ناقص ستة عشر وناقص ستاش عدد سالي بقطع儿 بمانا هنا في هاد اللقاء يعني دلتا inferior stricto mo a zero اعشنا غاد ندير؟ يعني بالنسبة لجزوال ديال الاشارة اللي غدي نحص عليها هو هاد اذا غاد ناخد هاد البرينوم هاد تعبير هادا فهاد الانتغفال كامل يعني من موالا multi term plus infinity هاد تعبير هادا دائما غيكون موجب يعني غاد ندير الاشارة ديال a و a هنا شنا هو مكنو لونى يعني حين واحد او واحد الاموجب لذلك الاشارة هي زائد وبماية الدكتور هذا الإعبار سيكون ذلك سينج AS إذا كان تعبير resonated with R سوف نчитيم sa يعني إذا ما س 총 5 سبب الناس سوف نقوم بتعق self من موالا الفيني التار بلوس الفيني. وبين نضر إياه لانسانبل الر. انسانبل الانسانبل غيال يعني هذا الانتغفال كامل. هذا بالنسبة لهذا المثال اللي وروني نمشهه للمثال آخر. ونخذه هذا المثال هذا. مثلا اعطونا هذا المتراجحة قال لك امتاع تكون هذا تعبير اصغر من صفر اصغر قطع من صفر اذا بنفس الطريقة نحسبه دلتا مميز ونعود الى غير ذلك ونقى مثلا صفر في هذه الحالة لقنا صفر يعني هنا سنحصل على هذا الجدول هذا قلنا الطريقة كيف نحصل عليه سنحصل على 1 سنحصل على 1 سنحصل على 1 سنحصل على 1 بمعنى تعبير هذا سنحصل على 1 صفر يعني كي ساوي الصفر في 1 لذا اعطي اكس بواحد دلتا 1 أصي 2 اللي هي واحد ناقص جوج ضرب واحد اللي هي جوج واحد ناقص جوج هي ناقص واحد زائد واحد هي صفر يعني هذا كي ساوي الصفر هنا فش يكون اكس كي ساوي الصفر هاد اكس هذا فش كي ساوي عفو الواحد هذا تعبير هذا غادي كنت يساوي صفر وشفنا فبنسبة للإشارات قلنا هنا تكون إشارة دل ا وهنا تكون إشارة دل ا وهنا تكون إشارة دل ا في هذا المجال وايضا غادي كون موجة في هذا المجال دابع غادي نجعو لهذا المترجحة التي اعطينا قالك امتى هذا غادي كون ساليب أصغر قطع من صفر واش عمرو غايكون أصغر قطع من صفر معمرو غايكون ساليب ما عناش ناقص هنا وبالتالي هنا غادي نقول المجموعة ديال الحلول هي مجموعة فارغة لأنه لا يعني أصغر من صفر في هذا الجدول هذا ومتالي الدور ديال هذا الجدول هو تمكننا متحديد الإشارة ديال هاد الحدودية واش هي كبيرة على صفر واش هي صغيرة من صفر ومطابط لحال متما كنجوب على السؤال اللي عندي هنا غادي مشو المثال الموالي غادي نشوفه في الحالة التالتة بنفس الطريقة نحاول نحسبه دلتة يعني كي يساوي بأوكاري ناقص ربعة السي غادي نعوض ناقص لتاقل لسي اثنان ناقص ربعة ضرب أ لي هو واحد ضرب سي لي هو اثنان وغادي نعوض وغادي نحساب دونك تسعود ناقص ثمانية هي واحد وواحد عدد موجب قطعا بمعنى دلتة هنا سبيريو ستركتو ما زيرو إذا بنسبة للدول ديال الإشارة اللي غادي نحصل عليه غادي نكون على هاد الشاكل إذا هنا غادي ندير طيال الجدور ديال هاد البولينو اللي تنحسبوهم بهالطريقة هذه اللي شفنا في المعادلات دونك كغير كنعوض فقط ناقص بي ناقص جدر دلتة على جوج ا كنعوضهم متنحساب وغادي نقوم مثلا في اكس واحد هو واحد وفي اكس اثنان غادي نقوم مثلا جوج هنا غادي نرتبهم طيال ها غادي ندير من الصغير الكبير إننا في أدل الصغير لا تنحساب في احد حص آخر بين الفينيتر بالس ziehen فيني منصييره الكبير وبنسبة لهذا البولينوم وبنسبة لهذا هذا الخزنة سيكون كنت معاهدف هاد واحد وسيكون كأتنعهدف هاد جوج إليا عوض تى إكس به هاد واحد سيجتلاقها بالتارب يقول صيفر إليا عوض تى إكس به جوج سيجتلاقها بالتقابة يقول صيفر يدام هاد الي اسارة ضابين 오 assigning هاد والجوج هنا كنت عن اكس الإشارة ديال ا ا ا ا ا هو واحد يعني مجاب اذا اكس ديال الاشارة ديال واحد هي ناقص. دونك ما بين الجدرين غدي ندير الناقص وخارج الجدرين غدي ندير الاشارة ديال ا ا ا ا ا زائد زائد. اذا غدي نرجع لها المترجحة اللي اعطينا. قال لك امتى هالتعبير غدي يكون اكبر او يسوي صفر. دونك امتى غيكون اكبر من او يسوي صفر غدي يكون في هذا المجال. يعني انك غيكون مجاب غدي يكون في هذا المجال ولا يكون في هذا المجال غير Definitely ا QUE میں呢 او يسوي الصفر. يعني نس� fall if level one and two of them actually th modelo. ا Ministries اذا بان نسبة المجموعة اللي غدي ندير اس تساوي من عنه في ذو one pas ve this one. بما فيها واحد يعني ثاب ن داخل تعني ان انه عندك او يس اوي. اذا اذا هذا الرمز هادة غدي بير . يكون يعني في هذا المجال سيكون المغلق وأيضا من جوج تر بلوس لامفيني ونفس الشيء بالنسبة لهذا جوج جوج تاية أيضا داخلها في الحلول إذا سنقوم بإمكانك هذا الرمز أنه سيشوف في هذا جوج هذا سنقوم بإمكانك الأمثلة أخرى طيب الحال سنحاول نستغل لهذا الجدول لكي نجاوبه على العديد من المتراجحات من غير هذه اللي لدينا هنا في المعطيات مثلا هنا نفس المتراجحة ولكن هنا أكبر قطعا من صفر إذا يتلاقى من هذه الجدول لكي نقوم بإمكانك هذا الرمز ستكون مجابة قطعا ستكون مجابة قطعا فضل أن تغفال وفضل أن تغفال هذا ولكن هنا ما هو الفرق بين هذه وهذه؟ أن هذه لا يوجد زيره لذلك هنا لا ندخل هذا واحد ولا ندخل جوج لأنه لا يقوم بإمكانك هذا التعبير يقوم بإمكانك هذا الصفر فيه في المونية إلى المحضن لكي ندخل من مؤلفين تار واحد ولكن واحد لا ندخل للكي ندخل من الجوج تار بلوس لانuo ولكن البنى مداخل لذلك يتم تكون المجموع للحلوه تكون مؤلفين تار واحد وضع دي لحل واحد دار مداخل إنهو اتحاد ديال من جوج تار بلوس لانفيني سوف نحصل على المترجحة أخرى مثلاً لأخذنا هذا التعبير هذا لأنه أصلاً هنا أصغر أو يساوي صيفر قالك إمتى هذه ستكون صغيرة أو تساوي صيفر سوف نستطمر هذا الجدول يعني إمتى ستكون أصغر أو تساوي صيفر فهذا لن تغفل من واحد ترجج لذ yepذا سوف نطلع أصغر الأخذ العدل سوف نغفل الآخر المتال نفس التعبير فهذا أصغر قطعناً من صيفر إمتى سيكون هذا تعبير أصغر قطعاً من صفر؟ سيكون أصغر قطعاً من صفر فهذا لن تغفر غير هنا فاشتنا نقول أصغر قطعاً من صفر يعني واحد ما قد يكون لديه في الحلول وأيضاً جوج ما قد يدخل لديه في الحلول إذن بنسبة لمجموعة ديال الحلول هي من واحد تر جوج بطبيعة الحالة واحد وجوج ما دخلنش في الحلول وغادي نديروا هذا الرمز إذا هنا نصل إلى نهاية هذا الشرح لا تترددوا في وضع أسئلتكم واستفسارتكم عبر التعليق أسفل ولا تنسوا مشاركته مع باقي أصدقائكم حتى يستفيدهم أيضاً غير ذلك أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء